اشتركوا في القناة في التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة في إطار الجهود التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية المشتركة من أجل فتح آفاق أشمل للتعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية كما ناقش الوزيران تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والقضايا والتحديات الراهنة وتداعيتها على الأمن والسلم الدوليين والجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الصراعات والنزاعات العالمية وفتح آفاق لتحقيق الاستقرار والسلم في العالم أجمع لما فيه خير البشرية جمعا بما في ذلك الصراع في أوكرانيا والحرب في قطاع غزة ودفع العملية السلمية في الشرق الأوسط لتحقيق السلام العادل والدائم في المنطقة ترجمة نانسي قنقر